موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم طارق الجاسر في هذه المراجعة جهازين من شركة تعتبر الأسرع نموا في العالم من ناحية الهواتف الذكية معنا الريل مي 7 والريل مي 7 برو خلونا في البداية نشوف وش في داخل الصندوق كفر حماية من السيليكون طريقة تصميم الكاميرا تختلف من هاتف إلى آخر بالإضافة إلى كتيب التعليمات عندنا في الريل مي 7 برو الشاحن والدبوس الخاص بالشريحة وأيضا نفس المنفذ لكارت أو الاس دي كارت للذاكرة الخارجية وعندنا شاحن بقوة 65 واط الريل مي 7 عندنا شاحن وسماعة وهذا الشاحن بقوة 30 واط خلونا نحط الصندوق على جانب ونستعرض الآن الشكل الخارجي ومستوحينها من لون المرآة الطبيعية زي ما تشوفون كيف شكلها وطريقة الإنعكاسات على الهاتف الريل مي 7 برو عندنا الشعار واللون اللي نشوفه طبعا هذا إنعكاس عندنا اللون الآخر وكأنها جاية ممزوجة أو إنعكاسات للمرآة تصميم الكاميرا زي ما تلاحظون هنا بشكل مستطيل عندنا كاميرا بأربع عدسات ودقتها 64 ميجابيكسل من الجنب عندنا زرار التحكم بمستوى الصوت ومنفذ الشريحة ونفسه طبعا هذا فيه ثلاث مداخل يقبل شريحتين وأيضا بطاقة SD Card للذاكرة الخارجية من الجهة اليمنى عندنا الزر التشغيل من الأسفل عندنا منفذ السماعة USB Type-C وهنا مخارج السبيكرز الهاتف الثاني الريل مي 7 بشكله المستطيل من ناحية الكاميرات أو الكاميرا الخلفية رباعية كأنه لؤلؤي الزهري على شوي زرقه مع اللون الأبيض طبعا المنافذ اللي موجودة مقاربة الريل مي 7 برو ما عدا اختلاف واحد من الخارج وهو زر التشغيل دامجين فيه البصمة والبصمة في الريل مي 7 برو موجودة على الشاشة عندنا الشاشة Super AMOLED طبعا المقاسات الريل مي 7 برو شاشته 6.4 انش الريل مي 7 6.5 انش في الريل مي 7 برو تدعم شاشته 180 هيرتز وريل مي 7 تدعم 90 هيرتز نظام التشغيل اندرويد الاصدار العاشر بواجهة ريل مي UI الرام 8 جيجا في كل الهاتفين اما مساحة تخزين 128 من ناحية المعالجات عندنا معالج الريل مي 7 برو اللي هو كوالكم سناب دراجون 720 جي اما في الريل مي 7 اللي هو ميدياتيك هيليو جي خمسة وتسعين من ناحية كاميرات السيلفي زي ما تشوفون اللقطتين هنا تصويرها جميل ومظهرة كل التفاصيل اللي موجودة امامكم هنا ممكن نفعل تصوير عن طريق ال 64 ميجا بيكسل اما انه نبغى يستخدم الذكاء الاصطناعي ومن نفسه يتعرف ويقترح لي الصورة اللي انا احتاج اصورها وش تحتاج مثلا لاعدادات او يعطيني خيار اللي هو اليدوي في White Balance في Ultra Macro الى اي مدى ممكن الى صانتي ونصف او اثنين صانتي الحركة البطيئة تدعم الى 240 فريم بير سكند عن طريق الذكاء الاصطناعي راح يتعرف على اماكن النجوم ويحسن الصورة ويطلعنا صورة جميلة جدا لاشكال النجوم في السماء سرعة الاتصال طبعا يدعم 5 جيجا هيرتز عندنا اشتراك فيبر بسرعة 200 ميجا بالثانية الريلمي 7 برو اعطانا الى 206 ميجا 222 زي ما نشوف هاتف الريلمي 7 برو بطاريتة 4500 ميلي امبير وقوة الشاحن 65 واط في 34 دقيقة يشحلنا من صفر الى 100% عندنا هاتف الريلمي 7 بطاريتة 5000 ميلي امبير وقوة الشاحن 30 واط يعني في 65 دقيقة يشحن لنا الجوال من صفر الى 100% يقول لك لو انت تحب تلعب لعبة بوب جي ممكن تشحن في ثلاث دقائق فقط ويعطيك 13% من البطارية تلعب فيها ثلاث جولات كاملة على البوب جي او معدل ثلاث جولات في من التطبيقات الجميلة اللي عجبتني اللي هو مساحة الالعاب طبعا هذا التطبيق يعتبر من التطبيقات اللي تعطينا قياس انه الحين مثلا بطارية عندك تكفي الى 5 ساعات و50 دقيقة وقوة الاشارة قفل السطوع او ضبط الدقة تلقائيا هذه يعني تعطينا تحسين في اداء الجهاز في الالعاب مثلا خلونا نجرب لعبة بوب جي ونشوف مع بعض امكانيات هذا الهاتف في هذه اللعبة وفي الختام اتمنى اني غطيت كافة مميزات ومواصفات هاتف ريلمي 7 وريلمي 7 برو بالاضافة انه راح تحصلون في الديسكريبشن كافة المواصفات والمميزات وسعر الهاتف هذه اطيب تحية مني انا طارق الجاسر وترككم على خير وفي امان الله اشتركوا في القناة